كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني تفاصيل الملحمة الهندسية لتنفيذ الهيكل الخرساني لأطول برج على ساحل البحر المتوسط والبرج الأيقوني الذي بدأ تنفيذه في فبراير من عام 2022 وتم الانتهاء من هيكله الخرساني أمس الخميس واضح الشربيني أن البرج الأيقوني يقع ضمن مشروع أبراج الداونتاون بمدينة العالمين الجديدة والتي تضم أيضا أربعة أبراج أخرى بارتفاع 200 متر للبرج و56 طابقا بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع واضح وزير الإسكان أن الارتفاع النهائي للبرج الأيقوني يتجاوذ 300 متر ومشاملة صب أكبر حصيرة مسلحة في إفريقيا بمساحة 19.6 ألف متر مربع